اشتركوا في القناة ان شاء الله تكون حلقة مفيدة بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه السلام نبدأ حلقتنا على بركة الله روسيا من زمان هي ند للوقات المتحدة الأمريكية وصباق تسليح وصباق سيطرة وهيمنى على مناطق تاريخ طويل يعني من الصراع النهاردة مش جايين نتكلم فيه لأن الجو باردة أصلا ما يشجعش ان احنا نعمل حلقة طويلة نتكلم فيها عن صراعات لكن نتكلم على بقى عكس الصراع لا المحبة هل الشعب الروسي يحب يحب أمريكا هو يحبش أمريكا بس يحب الأمريكان يحب الثقافة الأمريكية فيه ناس يقولك بيحبوا الأوروبا يحبوا الثقافة الأوروبية لا ده بيقولوا ان الأوروبيين واخدين مننا معاين ده مش صحيح قوي هو من كل أوروبا الثقافة الروسية ما بتاخدش إلا من الألمان خدها مني كده يعني والناس المؤرخة بقى ايه هي اللي تقولك المعلومة دي تأكد لك عليها المؤرخين بالذات يقولك دي الشعب الروسي من زمان متأثر جدا بالألمان كعلماء وكتاب وحتى قياصرة أو حكام حتى فيه ناس يعني كتير من الروس يقولك على فكرة أنا أصلي ألماني معانا المفروض العكس بس يعني المفروض بنلاقي في ألمانيا ناس يقولك أنا أصلي روسي وبفعله ده حقيقي لأنه طبعا بعد الحرب العالمية التانية ناس كتير روس يعني اتبطنوا في عاشوا في ألمانيا الشرقية وبعد كده يبقوا ألمانيا فنس هنا يعني يتنصل من روسيته ويقولك احيانا بتكون أجذوبة وسعاد بتكون صح ممكن الله أعلم اللي يقولك يا أنا أمي كانت ألمانية أجدتي كانت ألمانية يعني فيه روس بيتمحكه في الألمانيا ليه بيحبوا ألمانيا بيحبوا العلم والثقاطة الألمانية من زمان من أيام إمبراطورية بروشيا نرجع تاني إلى وضع الأمريكي فزي ما خلصنا بعد جزء طاع أوروبا الروس يحبوا إيه تاريخيا وحتى اليوم يعني حتى اللغة الروسية فيها ألفاظ ألماني من أوروبا كلها ما بيحترموش ما بيحبوش إلا ألمانيا هتلاقي حروف أو كلمات كتيرة متخصصة باللغة الألمانية موجودة في الروسية الوقت بتحدى الأمريكية الحلم الأمريكي كان مغري لبعض الشيوعيين تخيل فكان نفسهم أن أمريكا دي بحالها كده وبنظامها تتحول للشيوعية بس تفضل على نظامها يعني معرفش إزاي بس يعني كان ناس وجدت نظرة كده لذلك في أمريكان حبوا الفكرة الشيوعية وكانوا عايزين في أبواء في أمريكا مفاكرين وسياسيين وفنانين وكتاب وجد فترة واقع موجة تكفير والموجة المكارثية مكارثي يعني إيه وصل لبضرجة إعدام الشيوعيين أو أصحاب الفكر الشيوعي بالكرسي الكهربائي المهم على ناحية السوفيتية روايدا روايدا تم حقن الثقافة الأمريكية والأغاني الأمريكية رغم الحرب الأوكرانية الحالية وأمريكا العداء الواضح والعقوبات على روسيا والكلام اللي بيتألف الإعلام يوميا ولكن لا الدولة ولا الشعب تنكر محبة الاثنين الاثقافة الأمريكية الأغاني الأمريكية لم تتوقف وحصل فيه ناس في أول العقوبات والكلام ده بعض الريستورانات الأماكن قال لك مش هنشغل أغاني أمريكية تاني علشان دول ضد روسيا أو عدو يعني ولكن سرعان ما تغير كل ذلك فيه ناس قال لك برضو مش الأفلام الأمريكي مش هتنزل السينمات الروسية ومش هتنزل في دور السينما ولكن السينما هتشتغل علي الأفلام الروسية ما تشيلش يعني ما تشيلش فترة فلازم أفلام أفلام الأطفال أفلام أو الخيال العلمي كمان وحاجات كتيرة وسلاسل سلسلة الأفلام المعرفش بقى وصلت إيه دلوقتي يبقى لي كتير مقاطعة السينما الأمريكية مش هخصين فيعني ايه معرفش الأفلام الجديدة اللي هتنزل ولكن الأفلام الأمريكية بتشيل دور السينما بتجيب لها دخل من غيرها يخسروا كتير فماشيين على خطهم رجعوا بكلامهم واي يكملوا في الأفلام الأمريكي بدون مشاكل لكن حتى اليوم متأثرين حتى التقاليع والتقاليد الشاذة الأمريكية يعني في حاجات جزء من الشعب الأمريكي مش كله كده اللي هو بقى الولاد يلبسه ومش عارف هو أسود وواسع ويحط حلق في ودنه ويطول شعره وينزله على العين في أشكال كده يعني بتشوفها تظن أن الشاب والعذب اللهم مخنث ولا حاجة ولكن هو ليس كذلك هو بيقلت بس واللقد عنده 16 سنة ول 15 سنة لسه عوده يعني بيشب بقى وبيطول وكده وبتعفقت وفاجأة انه فجأة كده بيستعد بقى هتشوفه بشنب بقى وكده تلاقيه دخل في سكة تانية عمزة البنوتة والعكس تلاقي بنات اللي هو بستايل اللي هو اللي بيسموه الامو او الامو او ايمو زي ما في الوطن العربي يسموه الامو بيروح لبسين اسود ويحطوا وحكوح لتقيل وبتاع بنت عدد 12 سنة ولا 11 سنة وتلاقي عملة حاجات كتيرة وحاجات كده ويسود بقى ومدبابة كده عاملة زي الغوريلا يعني اشكال بنشوفها اا كلها تقاليع امريكية مش اختراع روسي خالص ولا اوروبا هي بتيجي من من امريكا تعدي على اوروبا وبعد كده بتيجي على روسيا على مهلها اا بعد بعض التحديات المجتمعية لكن في اوروبا او في امريكا ما فيش تحديات مجتمعية للي عايز يعمل ملابس شز او يعمل في نفس شكل مختلف من عاسم تلاقي بنت حلقة شعرها زيرو من الجناب واشعرها صبغاء ازرق الحتة اللي بقيت دي زي الولد كده الحتة اللي في النص دي وممكن تحلق بس ناحية واحدة زيرو والناحية التانية الشعر طالع عادي ونازل كده يعني ستيلات وستيل تلبس نظارة كبيرة قوي كده نظارة نظر وهي وشها صغير اصلا وتنزلها لقدام وتبقى النظارة سودة يعني وفي يعني ما لقول لكم بقى الاشكال اللي انا بفتكرها والحلقان بقى في المناخير اتنين كده وفي الودن تلاتة اللي لبسوا مثلا خواتم كتير في صوابعهم اللبس ورده الفطفاض الجزء الفواني فطفاض وبعد كده شرطة صار قوي تحت تقز الشتاء حاجات غريبة بنقعد نشوفها ماشية في الشارع ولكن خلاص بقت متعودين عليها بحد يقول لي مش روسيا ضد الشزوز او العادات دي يعني معاك اه مجتمعيا اه لكن قانونا لا ما دورش يعملوا حاجة بزاة الاطفال لان كلهم تسعين في المية يعني اللي بنشوفهم في الشوارع بالاشكال دي اكد ازعم ان هم ما جابوش ستتاشر سنة اصلا يعني مش بس تينز لا في النص الاول من التينز عادتهم كده مش عارف يعني هل الموضوع مالوش علاج حكومي يعني او الدولة مفيش علاج للموضوع ده ولا سايبينها على الاسرة والاسرة ممكن تكونوا فككة اصلا مفيش اسرة عشان تدق تقوم بالدور ده يكون الاب والام متطلقين والبنت ولا الولد عايش مع جده او جدته دي حالة متكررة كتير ان الاب والام بيبقوا انانيين بدأت كتر قوي يعني الحياة ورضو قصية في موسكو في المدن الكبرى اه الاب بيبقى خناقت مع الزوجة فيسيب لها الولد او البنت وبعد كده الزوج عايزة تعيش حياتها كمان وبتحب ابنها او بنتها وكل حاجة بس عشان تتجوز بتسيب الولد باي وعشان تشتغل كمان عشان تسيب الابن او الابنة مع الجده والجده عايشة مثلا في الضواحي المدينة مش في المدينة قوتي بتي تحب واحد وهتتجوز وبتاع وابنها بقى ابن ولا بنتين ولا ولدين عندها يعني اكتر من طفل وتلاقي الموضوع هيبقى عبق فتبعد عن العيال فالعيال بتتربى بعيد عنها بشكل تاني خالص وتفاجأ طبعا الجده كبيرة يعني مش هتقعد بقى تقول الولد والبنت او هتقولك ده جيل جديد بيعمل اللي هو عايزه فهسيبه براحته مش هضغط عليه احسن يزعل فهتفاجأ الولد خد سكة كده في الضياع شزوز بقى او لبس شاز او افكار كفرية يعني حاجات كتيرة ممكن بتاخد في سكتها كده كطيار الشباب الشعب الروسي معظمه الشباب ويعني اغلبيته من سن الشباب اللي هو تحت الـ 28 سنة والقوة دي دايما بتتأثر بالثقافات الجديدة يعني ما بتيجي حضاء او يعني ستايل جديد هم اول حد بيتأثر بيه ويبتدي يطبقه وهو الشريحة دي اللي هو عندك من سن 16 لـ 28 ف طبيعي زي اي شباب في العالم منفتح على الانترنت والميديا وما بيفرقش معهم حجز اللغة على فكرة يعني ناس كان زمان الروس اي حاجة بالانجليزي يقولك اي ده فين الدبلاج مستني الدبلاج يعني حتى السبتيتر او السبتيتل بالانجليزي سبتيتر او سبتيتر بالروسي لو مش موجود ما يتفرج يعني حتى السبتيتر ما بيحبوهش يتفرج على الحاجة لو بدبلاش كامل يعني لازم تبقى دبلاش بالروسي لكن حاجة انجليزي صغير فكده بتفرجش عليه خاطر لكن دلوقتي لا بيتفرجوا على اي حاجة حتى لو مش فاهمين تلتة رباحة الشباب بيلقط بسرعة وبيلقط الفكرة ويبتدي ايه طبعا معظم الحاجات ما عمل لها دبلاش الدبلاش في روسيا على ودنه ده فيه ناس عاملة استوديوهات كده مترين في مترين قوضة كده بيعمل فيها استوديو دبلاش وينزلها على اليوتيوب والناس يتفرج عليها ويكسب وهم ما يكسب ويستمتعوا في المسلسلات الامريكية حتى الحلقات التمثليات اللي هي بتبقى حلقتين ولا تلات حلقات بس دي برضو بيترجموا ويعملونا دبلاش ويصبطين كل حاجة الأفلام الجديدة القديمة اللي بتاع كله بترجم والشباب بتتفرج ويقلده نهيك طبعا عن كرتون الأطفال نرجع تاني العادات الامريكية اللي بيحبها بالشعب الروسي يعني مثلا تأثر الشعب الروسي بأكل السوشي والبيتزا هل متأثرين بالطلينة وبالأسيويين عشان يأكلوا الكلام ده لا عشان الأمريكان قالوا ان السوشي حاجة حاجة زريفة جدا والبيتزا حاجة رائعة فبدأ الروسي يقلدوهم ويعملوا مطعم بنفس الأسماء تقريبا وبنفس طريقة السيربس إذا ما كانش المطعم نفسه زي بورجر كينج أو مكدونالز أو كيف سي بنفسه فاتح في روسيا لا لو ما فيش دول كمان فيه مطعم بتحاكي المطعم الأمريكي فاستقافة الأمريكية لا كحكومة وشعبا واتجاه لا بيحبوها هي يقولك ده حاجات جميل حتى تلاقي المولات الروسية أنا خلش بقى هسمع أغاني روسي لا تلاقي اللي في المول تسعين في المال من الأغاني أغاني أمريكية وحديثة اللي هي بتاعت أخر أربع سنين يعني أنا يمكن ما ليش قوي في الأغاني الأمريكي يعني بس اللي بيفهم بيقولي الغنية دي بتاعت السنة اللي فات الغنية دي بتاعت ألفين وعشرين آآ بليه بقى شغال شغال أغاني طبعا 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 ها كراجل كبير بقى فبالنسبة لي الأغاني الجديدة دي حاجات بقى يعني خراب بتاع الأغاني بتاعة الزمان دي هي يعني بالنسبة لي القديم والجديد مضروب بالنار فيعني بالنسبة للأغاني الأمريكية كلها يعني ما كانش فيها اي حاجة مفيدة في المعنى ولا في اللحن ولا اي حاجة المهم معلنة خلص الكلام يا رب يكون بس ايه وضحت لكم شوية امور عن التأثر الثقافة الروسية حتى وقت الحرب وقت الصراع وقت العقوبات على روسيا ولسه بيحبه ولسه بتحبه يا قلبي يا قلبي حرام عليك دي بقى كلمة مفيدة قالها عمرو ديوب في احد الاغيب ولسه بتحبه يا قلبي يعني رغم اللي حصل من الامبيكان ولسه بتحب ثقافته ليه لان فيه فصل ما بين الثقافة والصراع الحربي او الصراع العسكري او الصراع بتاع النفوذ معنى قعد كويس الكرسي ده يعني يعني عارفين ده فرق في حديقة كده هما اربعة تلاتة والرابع هو اللي على الكاميرا فتبقى قعد متكيف كده ملك زمانك وصيرت له في الصيف مش في درجة مع حرارة بلاس وان زي اللي احنا فيها حاليا المهم دي كانت حالة النهاردة والفصل بين الثقافة والصراع ده ميزة او شيم الشعوب الكبيرة الشعوب الراقية بغض النظر مع اختلافي طبعا مع الثقافة الغلط اللي واخدنا بس انك تفصل الثقافة ونقل الثقافة من العدو عن الصراع معاه دي حاجة عالية قوي نحترمها وان الدولة او الحكومة ما تتدخلش لفرض عدم نقل الثقافة دي دي حاجة كويسة برضو او حاجة راقية بتعتبر شق من شقوق من او شق من حقوق الانسان او بوتقة حقوق الانسان خلص الكلام والكلام والقعدة معاكم ما فيش اروع ولا احلى منها حبيبنا لازم نشوفكم في حلقات جاية ان شاء الله سبحانك اللي هو بحمدك اشهدان لا 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 نستغفركم واتوبوا لاي نشوفكم على خلف حفظ الله يلا السلام عليكم